اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحنا بنخطط العرض على الله العرض على الله يا جماعة أحداث رهيبة وأسئلة رهيبة وفي ناس مش واخدة بالها فاكرة العرض على الله ده حاجة أبسط من كده من ضمن الأحداث الرهيبة اللي بتحصل في العرض على الله واللي هنقف معاها في حلقة الليلة ولازم ناخد بالنا منها كويس جدا يؤتى بالإسلام يوم القيامة كلمة الحسن البصري رحمه الله يؤتى بالإسلام يوم القيامة ساعة العرض على الله وتلاقي الإسلام جاي لك وتلاقي من ضمن الشهود اللي مش هدوا عليك الإسلام دين الله يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني يا سلام يا بخت للاسلام هيقول عليه كده يا بختك والله بحسده من الوقت فيقول يا رب هذا نصرني يا رب ده وقف معايا يا رب ما سبنيش في زنقه يا رب ما سبش نازلة لغزة ولا للعراق ولا لفلسطين ولا لأي مكان في الدنيا إلا وإيه وقف مع الدين فيها يا رب ما سبش نازلة من نوازل الدعوة إلا وقف فيها يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني يا رب كان كل تفكيره في دنيته كان كل تفكيره في نفسها في مكياجها في حياتها في متاعها ما فكرتش يا رب إزاي تنصرني ما عاشوش عشان يا رب ما ضحوش عشان يا رب ما جحدوش عشان يا رب فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى إذا جاء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر لحد ما هذا الرجل اسلم يا رب وحصل نقلة نوعية في الدعوة من يوم ما دخل الاسلام يا طبعا الاسلام هيقول عليك كده يا ربنا كنت غريب في الجامعة الفلانية في الكلية الفلانية في النادي الفلاني في القرية السياحية الفلانية في المنطقة السكنية الفلانية في منطقة الفيلال الفلانية في الجيم الفلاني يا ربنا كنت غريب لحد ما فلان التزم لحد ما فلان التزم اتقلموا كل حاجة يا رب في المدرسة الفلانية في الشارع الفلاني في العائلة الفلانية في القطاع التجار الفلاني في الشركة الفلانية كنت غريب يا رب الحد ما نهلتزمت كنت غريب يا رب الحد ما نهلتزم يوم 25 سبعة 2014 انت كنت فين؟ انا خايف ان الاسلام يسألك قدام ربنا السؤال ده هو ان الاسلام يسألك قدام ربنا يوم 25 سبعة 2014 معظم شباب مصر ومعظم شباب الامة العربية كان قدام نطشن هيكاس العالم في اليوم ده كان قدام ألمانيا وابتلعب قدام الأرجنتين في اليوم ده في اليوم ده اليهود ضربوا غزة في اليوم ده بنت اتضرب البيت بتاحها وهي مع أهلها بنت طفلة طلعت تجري وكل أهلها طلعوا يجروا بطول وأنا بجري أنا لقيت كل الناس بتغرب بالمنطقة والمنطقة بعد خراب ببص على والدي ببص على أخواتي ما لقيتش أي حد منهم معرفش وما كانش ينفع عنها فدول تجري ما لقيتش مكان والقصف مستمر لحد ما لقيت بيت حسيت إن القصف بعيد عنه بتقول دخلت رميت نفسي وهي بتمزف وهي مجروحة وهي بتموت مستنية إن حدا هيجي ينقذني بتقول قعدت في البيت ده مستنية أول يوم هموت من الجوع ومن العطش هموت من النزيف وما حدش جيه تاني يوم المنطقة كلها خراب والقصف مستمر وما حدش جيه تالت يوم وهي أتكاد تهلك من الجوع والعطش والنزيف أخيرا اليهود ثابت قصف للمنطقة وجم الناس وجم دوروا في المنطقة وطلعت البنت ودوها المستشفى بعد ما فائت من إجراءات الإغاثة العاجلة أول ما فائت سألت عن كل أهلاء اللي كانوا معا في البيت عرفت إن كلهم اتأتلوا في القصف عرفت إن ما فيش ولا واحد منهم فضل اللحظة دي أنت كنت فين اللحظة دي أنت كنت فين مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول محمد الرسول الله والذين معه عارف يعني معاه يعني معاه يعني معاه الدين ربنا في كل نازلة يعني لا يمكن الدين يتعرض لأزمة وإنتش موجود فيها لما ييجي لما ربنا لما الإسلام يسألك قدام ربنا انت كنت فين في اليوم ده أتقول له إيه في اليوم ده أم اتقصف المنطقة اللي هي فيها كل الناس ثابت المنطقة وهربت منها ابنها أخذت قظيفة ابنها ولعت في جسمه نار أمه شالته طلعت تجري بتدور على عربية إلي المستشفى مفيش كل المنطقة خراب تدور على حد يشيل معها ابنها مفيش طلعت تجري برجليها تنقل منها للمستشفى وابنها بيولع من إيديها قبل ما توصل المستشفى كان منها تحرق كان منها بقى جثة ميتة من إيديها اللحظة دي انت كنت فين اللحظة دي انت كنت فين انت فين ربنا بيقول والذين معه والذين معه يعني يشايلين قضية الدين في كل نازلة بتحصل للأمة في نازلة الدعوة في نازلة القرى الصيحية اللي وزرت لدرجة من الفجور لا يتقيله حد انت كنت فين وانت كنت فين طيب 25 سبعة 2014 يسين انا كنت مشغول يوم 3-4-2002 انت كنت فين يوم ما اليهود حصروا مخيم جنين ونفزت كل قدرة على المقاومة من أهل فلسطين ودخل اليهود واقتحموا مخيم جنين وحطوا قنبلة قدام البيوت عشان الام اللي تنزل تدور الولادة على اكل تنفجر فيها الامبلة تموت ابا قبل ما القصف يبدأ بدقائق بعد بنته عشان تجيب لهم اكل البنت نزلت عشان تجيب اكل اللحظة دي بدأ القصف الاب طلع مفزوع ملهوف على بنته في البلكونة يدور عليها القنصة اليهود لقطوه ضربوه بالنار نزل في البلكونة يعني وهو جفة تنزف بيموت براته حاولت انها تنقذه اليهود بناعه اي حد انه يخبط في اي نافذة من النوافذ بقى بينزف قدام ولاده بيموت قدام ولاده ممنوع انه هو ينقله مستشفى لحد ما مات عايزين يشيلوا الجثة يدفنوها ممنوع القصف السمرة عدة ايام لحد ما القب جثته تعفنت قدام ولاده وممنوع ان لحد يشيل اي جثة وينقلها انت كنت فين في اليوم ده انت كنت فين في اليوم ده انت كنت بتعمل ايه في اليوم ده انت نمتي وانت بتحلم بايه في اليوم ده بتصحيت وانت طموحاتك شكلها ايه وكان افراحك في اليوم ده بسبب ايه وكانت احزانك في اليوم ده بسبب ايه يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني ويا رب هذه خذلتني خافي خاف احسن الاسلام يقول عليك كده حتى اذا جي ابي عمر قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلام عمر ده موقف من موقف العرض على الله ان الاسلام يسألك ويسألك انت كنت فين في اللحظات بتاعت الازمات انت كنت فين في اللحظات الفارقة في تاريخ الاسلام في الوقت اللي انت عيشت فيه يا اخوانا يوم 5 يونيو 67 يعني ممكن يكون اللي عايشين مننا اللي لسه اللي عايشين منها من اللي يتردوا في اليوم ده يعني الوقت بقى اكبار كنت فين في اليوم ده عارفين في اليوم ده لما اليهود اصلوا الجنود المصريين في سينة عملوا فيهم ايه عارفين عشان ما تنسوش مين هم اليهود عشان ما تنسوش عملوا فينا ايه عارفين عملوا فيهم ايه يعني يهودي في اليوم ده قتل الفين مصري في عشر دقايق واحد من القيارات بتوحهم قتل عشرين الف مصري في الاصر المصريين انت متخيل عسكري بيقول مجند بيقول اتأثرت في اليوم ده اتأثرت بقوا يجيبوا العسكري ينزعوا الدوافر بتاعته او يحطوا حاجة في عينه يعموه واللي يسرخ ويقول ايه يقتلوه بيقول عرفت في اليوم التاني انه اهرب على مستشفى العريش عشان اتعالج هناك وهو مجروح بيقول تاني يوم الصبح لقينا حد بينادي من تحت الجنود المصريين الجار حينزلهم عشان ننقلهم في القاهرة عشان يتعالجوا وينالوا علاج مكثف عالي هناك الجنود نزلهم فرحمين ان حد يهتم بيهم علاجيا واذا بيها خدعة من مجندات يهوديات بيتكلموا مصري بطلاقة ومسكين على الدبابات الرشاشات بتاعتهم حصدوا كل الجنود اللي نزلهم وقتلوهم يعني صف الظباط لما مزكوه وقتها في الاسر حطوه جنب بعضه كده هوت والكلام ده جماعة في افلام الكلام ده في افلام متصورة حطوه وبقوا يعدوا بالدبابات عليه يعدوا بالدبابات رايح جاي عليه احنا كنا فين احنا فين من ازمات الامة كانوا عايزين يقتلوا الظباط ومش عارفين الزابط من العسكري لان الكل بيشيلوا الروتق بتاعته فعملوا ايه عطاشوا الاسرة ثلاث ايام وبعد كده جابوا طنبور مية كبيرة وفتحوا الحنفيات بتاعته الكل يجري عشان يشرب مية قالوا لهم عندكم الزباط يشربوا الاول الزباط فرحوا جيروا قدر انها خدعة حصدهم كلهم بر الشاشات يعني انتم متخيلين يا جماعة ان الاسلام مر بايام ومر بمواقف عصيبة وكانت ناس في الايام دي في الامة بتاكن وبتشرب وعايش حياتها احنا فين من اللي بيحصل للامة احنا فين من اللي بيحصل لدين ربنا احنا فين من اللي بيحصل للاسلام هيشهد ليك ولا هيشهد عليك الاسلام شاهد لنا ولا شاهد علينا انا مش قادر اقطع قلبكم بقصص ولكن من ضمن الحاجات اللي عملوها كانوا عايزين اي حد بيعرف يقرأ ويكتب يتخلصوا منه مش عايزين المسلمين بقى فوق حد عنده اي تعليم قالوا لهم الصليب اللاحمر عايز اسمائكم عشان يديكم الحقوق بتاعتكم بتاعت حقوق الاسرة ادوهم ورق وقلام اي جندي مسك ورقة وقلم يكتب اسمه وعارفوا انه بيعرف يقرأ ويكتب ضربوا بالنار القناصة ضربوا بالنار خدوا ناس اتلوهم عشان يبيعوا اعضاؤهم في تجارة الاعضاء او عشان ياخدوا الدم بتاعهم ينقلوه للجرحة بتاعهم في هذه الحرب للدرجة دي اتحفروا انفاء كانوا يدخلوا فيها جنود ويردموا عليهم بالجيل الحي يتفنوهم احياء انتم متخيلين الحقد اللي في قلبهم علينا الحقد اللي في اهل الباطل على الحق طب فين الحب اللي في قلبنا احنا للحق طب اذا كان ده جهد اقل الباطل لنصرة الباطل احنا فين جهدنا لنصرة الدين احنا فين جهدنا لنصرة الاسلام انا عايز اقول ايه انا عايز اقول تعالوا نقسم الشاشة نصين تعالوا نقسمها نصين وفي نص من النصين نحط ننظر يعني احنا انتم عارفين احنا بنصرف على استرادة الفساتين السوريه كل سنة قد ايه انتم عارفين حجم تجارة المخدرات في بلادنا وسنويا وصل لكم مليار دولار انتم عارفين استراد الميكوب والميكياج والروج وكل انواع الميكوب الحريمي وصلت لكام مليون سنويا عندنا انتم عارفين اجماعة ان فيه ثري عربي جاب الكلب بتاعه وعمله فرح كلفه ملايين يعني بالعملة بتاعتهم ايا ما كانت العملة بتاعت بلده ايه كلفه ملايين عشان يعمل فرح للكلب بتاعه انتم عارفين رجل الاعمال اللي قال على فريق كرة اللي بيحبه ان كل جن هيتجاب في المطش الفاصل بتاع الدوري ده بمليون جنيه للعيب اللي جاب الجن ده انتم متخيلين يا جماعة متخيلين حطوا ده في شاشة وحطوا المسلم اللي في افريقيا الوسطى ولعوا فيه من يومين وحرقوا حيش قدام الشاشات حطوا المشهد ده وحطوا قصاده منظر انا شفته دعاني فيديو في افريقيا الوسطى مسلم والكل ملفوف حواليه والتعصب ضده واحد نزل عليه باجنة قصر له عظمه وهو لسه مماتش ام واحد جايب حجارة كبيرة وقعد يرقص بيها وبعد كده امهبده على دماغه برضه لسه مماتش ام واحد تاني جايب اجنة تانية وقعد يقصر بها جسمه لحد ما ارضاه قتيل وهم قعدين يرقصوا ويفرحوا فرحلين بالمنظر اللي هما بيعملوه في واحد مسلم تخيالوا يا جماعة الاسلام هيشهد علينا واللينا يوم الايامة لما ده حصل واحنا احياء يعني سعد بن ربيع الانصار وبيموت في غزوة احد قال لهم اخر وصية لا عذر لكم ايها الانصار عند الله انخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عليهم تطرف احنا الوقتي خلص للإسلام واحنا بناكل وابنشرب ونايمين في بيوتنا وكل حاجة في حياتنا تمام التمام فين هم الدين في حياتنا انا الوقتي بكلمك عن العرض على الله انا الوقتي بكلمك على العرض على الله انا الوقتي بكلمك على الاسئلة اللي انت هتتسأليها من ايدين ربنا انما اصحاب النبي يا طرى الدين هيشهد ليهم ولا عليهم يا طرى صحابة النبي اللي طلع في غزوة تابوك 1500 كم على رجليهم ثابوا تثابوا الدنيا ويساموا الثمار بتاعة المدينة وراحوا يقتلوا اكبر امبراطورية في العالم وهي الروم وكان السبعة بيعتقبوا على بعير يعني كل واحد يمشي على الاجلس 6 كيلو في الـ 1500 كيلو ويركب كيلو وانا داخل المدينة المنورة ولقيت مكتوب تابوك حوالي 800 كيلو متر انا قلبي جعز يعني يا حبيب الله محمد عليك وانت عندك 62 سنة يا رسول الله ولسا لك شهور على موتك طلعت من المدينة 800 كيلو رايح و800 كيلو متر جاي عشان دين ربنا دول الاسلام هيشهد ليهم ولا هيشهد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ظللته شعرا ليس لي ولأهل طعام الا ما يواري ابو بلال النبي عليه الصلاة والسلام بيروي كلام معناه انه فضل شهر مالوش اكل غير الاكل اللي بلال بيخبيه عشان يأكلوا للنبي عليه الصلاة والسلام انا عايز اقول لك يا جماعة الصحابة جاعوا قدق عشان الدين اما ورارة كان بيسقط من الجوع قدام نمبر النبي عشان يتفرغ لجمع العلم من النبي عليه الصلاة والسلام النبي خرج مرة من الجوع لأ ابو بكر خارج في الشارع بالليل قال له ما اخرجه كان له الجوع لأ عمر قال له ما اخرجه كان له الجوع قيادة الدولة العليا الرؤساء الثلاثة بتوع الدولة اكبر ثلاث مراكز في الدولة خارجين في الشارع بالليل من الجوع من الجوع يا جماعة استحملوا في شعب أبي طالب كالوراء الشجر الجوع اللي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استحمله عشان ينصروا دين ربنا سبحانه وتعالى دول الاسلام هيشهد ليهم ولا عليهم سمية رضي الله عنها رقم سبع في الاسلام سبع واحدة اسلمت جزها وابنها من كتر التعذيب استسلمهم قدام المشركين وهي رفضت وظلت تتعذب وهي تعلن شهادة التوحيد ابو جاهل قدامها قال لها سبي محمد وانا اتركك مرضتش فقال لها سبي محمد ملقتش اجابة غير ان هي تجمع البصق في فمها ثم تبسك في وش ابو جاهل ابو جاهل حس ان كرمته اتهضرت قدام الناس شال الحرب وطعن السيدة سمية اتلها اتلها عشان بتدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام الوقت شبابنا اللي بيموت في جرعة مخدرات زايدة زي ما بنشوف في المستشفيات واللي بيموت لان لعيب الكورة بتاعه جاب الكورة في العرضة من كتر الخوف حسن يجي جون في الفريق بتاعه يجيله سكتة قلبية واللي بيجيله سكتة قلبية لان البرصة الاسهم اللي هم قدم فيها دزل تمانا واللي انتحرت لما المغني بتاعها مات واللي انتحرت وانا رايح دارس لقيته ميتة قلت له يا جماعة دا المفروض دارس قالوا لي بنتها عندها 17 سنة حبيبها لا مرضوش يجوزوا ولا قتلت نفسها النهاردة واحد شاب بكلمه على قهوة في جولة من الجولات قال لي صحبي حبيبته اللي بيحبها والده بعده عنها رمى نفسه من فوق العمارة قتل نفسه شوفوا هما كانوا بيموتوا ليه واحنا بنموت ليه شوفوا هما هيقابلوا ربنا على ايه واحنا هنقابل ربنا على ايه يا ترى جماعة الاسلام لما كلنا كلنا نقف من ادين ربنا الاسلام هيشهد ليكي ولا يشهد عليكي الاسلام هيشهد انك نصرته ولا هيشهد ان انت خذلته سيدنا مصعب ابن عمير مراته جميلة الشاب الصغير يرحمنا بنت جحش البنت الجميلة يسبها ويودحها عشان يخرج يقاتل عن النبي عليه السلام في غزوة احد ويقاتل اشد القتال وفجأة الموقف يتقلب وفجأة المشركين يتقلبوا على المسلمين ويلقى النبي عليه السلام في خطر سيدنا مصعب يمسك الراية في ايد ويمسك السف في ايد ويفضل يقاتل بالسف عن النبي عليه السلام ويمسك الراية مصمم ان راية لا لا الله تفضل مرفوع يقطع قديه لو انت في ايدك موبايل واحد في ايده موبايل وقديه اتقطعت هيدور على ايده ولا على الموبايل يدور على السف ويمسكه بايده التانية عشان يدافع ويدور على الراية ويمسكه عشان يدافع يقطع قديه التانية يحط الراية في رقابته ما بين رقابته وصدره يذبحوه ويسقط مقتول امام النبي عليه الصلاة والسلام ده الاسلام هيقول نصره ولا هيقول خفله لما يوم الايامة يجي سيدنا حمزة شايل كبده على حوض النبي اللي عطته هند من تعد في غزوة احد لما يلاقي كبده قدامه وتقوله انت عامل كده ده يقولك ده ده في سبيل الله وتلاقي عبدالله بنجحش جاي بطنه مبقورة وامعاء وبتنزف يقولك ده ده في سبيل الله وتلاقي مصعب جاي دمه بينزف متقطع في سبيل الله هتقول ايه هتوقف هتقرب من النبي ساعتها ازاي هتوقف من ايدين ربنا في العرض على الله وتقول للإسلام ايه لما دول يشهدوا باللي هم اعملوا عشان دين ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا عايزين نركز مع بعض عايزين نعيش مع بعض عايزين نخطط للعرض على الله عايزين نخطط للموقف الرهيب ده لما عبدالله ابن عذاف السامي ملك الروم اصر ودخل عليه خمر ولحم خنزير بعد ثلاث ايام جواه وعطش بص ولحم خنزير ايه بقى ده ماشوي بالتأكيد يعني ده جايبه له في شكل رهيب نظره وقال اني لا اعلم ان ليه رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله انا ما شمتهمش فينا يا شمتتهم فينا مع كل شاب بلابس سلسلة وماشي مع بنت على الكورنيش ويا كشف شعرها وعلاقة محرمة يا شمتتهم فينا من الحوارات اللي بتحصل ما بين شبابنا وبعضه وشبابنا والبنات على السكايب ولا على الفيس ميسنجر ولا على الواتصل يا شمتتهم فينا وهم بيفتحوا الاعلام بتاعنا ويشوفوا التبرج اللي وصل ليه المسلمات زيه زي التبرج اللي وصل ليه غير المسلمات يا ترى الاسلام هيشهد لينا ولا هيشهد علينا يا ترى ساعت العرض على الله دين ربنا هيشهد ليكي ولا هيشهد عليكي انا مش عارف اقول ايه يا جماعة ومش عارف اسيب ايه مش عارف افتكر الموقف اللي كنت لسه بحكيه البناتي وانا بحكي لهم الهجرة الصحابيات والصحابة ضحوا بحياتهم قدقى عشان الهجرة وأنا بحكي لهم موقف أبو سلمة وخارج بعبراته سلمة وخارجين وشالين ضناهم سلمة ويخرج قومها يقول له واخد بنتنا وراح فين هتها ياخد امراته يخرج قومه يقول له طب ضنانا سلمة واخدينه ليه يقومه واخدين سلمة وهو يلاقي نفسه وحيد يصمم ان يروح للنبي عليه الصلاة والسلام الاسرة تتقطع ثلاث حتات في لحظة سلمة عند قوم ابوه وامو سلمة عند قومها وابو سلمة هاجر الى النبي عليه الصلاة والسلام سنة كاملة الاسرة متمزقة لحد ما يعني ربنا فرج الكرب ولما شامل الاسرة في دار الهجرة الناس دي استحملت الناس دي الدين هيشهد لها قد ايه الناس دي الدين هيقول يا رب دول اللي كانوا سبب في انتشاري في الارض يا رب انت كام واحد غير مسلم اسلم بسببك انت انت كام واحدة متبرجة حجبته لبسة حجاب امهات المؤمنين بسببك انت كام نزلة من نوازل الاسلام اتدافع عن الاسلام فيهم بسببك انت كام شاب غير ملتزم تاب الى الله بسببك انت كام واحد عمره ما سمع دين سمع عن ربنا بسببك انت كام فقير هيموت من الجوع كل وشرب بسببك انت يا جماعة عملنا ايه لامة محمد والذين معه عملنا ايه لامة النبي عليه الصلاة والسلام عملنا ايه لدين ربنا نصرنا دين ربنا بايه هتقول له ايه هتقول له ايه ماذا ستقول لربك غدا هتقول له ايه لما الاسلام يشهد على ما انت عملته معاه في الدنيا هتقول لربنا ايه وهتقول لربنا ايه ساعتها اللحظة دي هنتمنى في العرض على الله في ناس هيسقط لحم وجوه من الخجل يا طرحنا هنفرح ساعة العرض على الله ولا هتسقط لحم وجهنا من الخجل في هذه اللحظات الرهيبة وفي هذه اللحظات العصيبة هنقول لربنا ايه لما الاسلام يشهد علينا قدام ربنا والاسلام هيشهد علينا بايه قدام ربنا مش عايزين ننسى الزكرة بتاعتنا يوم ما شارون دخل في مسبحة صبرة وشتيلة يوم ما جابوا امرأة مسلمة حامل في الشهر التاسع فرقوا الرشاش في رقابتها اتلوها وبعد كده بسكينة فتحوا بطنها وطلعوا الجنين ودبحوه يوم ما دخلوا صبرة وشتيلة وشارون جاب الاعضاء بتاعت الاطفال وعملها عقد عشان يتبهى بيها قدام الجنود اليهود اللي زيه يقول لهم شوف انا عملت ايه في المسلمين يوم ما طفلة عنده ست سنين جيروا وراها الطفل جيري على امه اترمى في حضنها وهم بيجروا وراه وفي حضن امه ضربوا بالنار اتلو جوا حضن امه فضلت هذه المرأة المسلمة مجنونة الى ان ماتت جن عقلها وفقدت عقلها الى ان ماتت لما جابوا ام اختصبوها قدام ولادها وبعد كده اتلوا ولادها قدام عنيها لما الاسلام يشهد يوم الايامة هيقول لع المسلمين ايه هيقول لع المسلمين اللي الكلام ده حصل وهم عايشين وشربين ووكلين وبيصيفوا في الساحل او في الغرداء او في شرم هيقول عليهم ايه وبيصعروا قدام القنوات او قدام مواقع النت اللي بيتبسطوا قدامها وطول الليل هيقول عليهم ايه الاسلام هيشهد ليك ولا هيشهد عليك هذا يعني كان وقفة في ضمن الكلام اللي احنا بديتكلمه في العرض على الله واحنا بنخطط للنجاح ساعة العرض على الله واحنا بنخطط لاخذ كتابنا باليمين ساعة العرض على الله العرض على الله في نهايته يبتخذ كتابك باليمين يبتخذي بالشمال يبتخذ الكتاب اللي بتدخلي به الجنة بطاقة الدخول الجنة يعني الأخرى ساعة العرض على الله هناخد كتابنا باليمين ولا هناخد كتابنا بالشمال إخواني وأحبابي في الله يجب أن نفكر في هذا الأمر ويجب أن ننتبه لهذه القضية الخطيرة خطط لمستقبلك خطط لمستقبلك لأنك هتعرض على الله وسيدنا بالله هيعرض على الله وهيقول يا رب يا رب لما الاسلام يجي يشهد عليه يا رب انا كانوا بيربطوا رجلي في فرس وفي عز حر مكة يجردوا ضهري من اي ملابس والفرس يجري جلد ضهري يتسلخ من النار ومن الكحت على الارض قول خطط للعرض على الله خططي لشهد الاسلام عليك لانك انت يا توارضي على الله انت وسيلنا خباب سيلنا خبابة يقول يا رب الاسلام لما يجي يشهد عليه هيقول يا رب انا كنت اقف اصلي ام انمار كانت تكويني بالنار يطلع الدخان مكان كوي السيف من على راسي واسقط مخشيا علي هيقول يا رب انا ضحيت بعمري كله عشان دينا خطط لمستقبلك خطط اللحظة العرض على الله لانك وانت بتوارضي على الله هيجي سيدنا خبيب رضي الله عنه وهيجي الاسلام يشهد عليه وهيقول يا رب انا تعلقت على نخلة في التنعيم وبالصفيان جه لما اصروني واعد يخليني اضرب بالسهام في ايدي ورجلي عشان يقطعوا في جسمي وانا لسا حي وانا في قمة الالم وهم بيعزبوني حي قبل ما يقتنوني جابوا سفيان وقال لي اتحب انك في اهلك وبيتك ومحمد ابن عبد الله مكانك قلت له يا رب والله ما احب اني في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة يا ربنا انا صارت دينك لاخر لحظة في عمري والاخر لحظة في حياتي ساعتها تقول لربنا ايه ساعتها تقول لربنا ايه الصحابة عندهم اللي يقولون ربنا الصحابيات عندهم اللي يقولون ربنا انت عندك اللي تقولون ربنا انت عندك اللي تقولون ربنا انا عندي اللي اقولون ربنا عايزين نخطط ربنا ينجينا يا رب ربنا يجعلنا ممن يأخذون كتابهم باليمين ربنا يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى ربنا يجعلنا من الذين مع محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الاخرة ربنا يجعلنا من اصحاب الرسالة الذين يحملون دينة وينصرون دينة عشان لما يجي الاسلام يشهد علينا يوم الايامة نقول يا رب احنا عشنا عشان دينك وموتنا عشان دينك يا رب وما استسلمناش ابدا مهما كانت الحرب على الاسلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك